بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا وابنتنا طلبة وطالبات الصف الثالث لأقصال ميكينيكية أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم في بيتنا مدرسة رجعت لكم تاني النهاردة ومادة التخطيط وإدارة الإنتاج إن شاء الله النهاردة في مادة التخطيط وإدارة الإنتاج حنراجع على الجزئية النظرية المهمة جدا اللي بتمثل عندنا تقريبا نص منهج مادة التخطيط وإدارة الإنتاج خليك معايا وجهز كده ورقة وقلم وابدأ شوف إحنا حنعمل إيه النهاردة النهاردة علشان نقول إن إحنا رجعنا على مادة التخطيط وإدارة الإنتاج في الجزئية النظرية لازم تخلي بالك إن إحنا عندنا جزئيتين مهمين نمر واحد جزئية المشروع الصناعي ولازم أعرف هي إيه مقاومات المشروع الصناعي يعني تكتب كده بالورقة أو الألم اللي معاك دلوقتي إيه هي مقاومات المشروع الصناعي نمر اتنين تقول لي هي إيه أنواع المشروعات أنواع المشروعات نمر تلاتة تقول لي أنواع الشركات طب أنا وأنا بدور جوه على مقاومات المشروع الصناعي حلا إن من ضمن مقاومات المشروع الصناعي حاجة اسمها العمالة لازم تبقى عارف كويس تقول لي كده سؤال مهم ما هي أنواع العمالة ومصادر حصول على العمال يبقى أنا دلوقتي لازم أكتب كده سؤال مهم إيه هو المشروع إيه هي أنواع المشروعات إيه هي مقومات المشروع إيه هي أنواع العمالة ومصادر الحصول عليها طيب لازم تجيني في جانب تاني وتقولي أن أنا عندي أقسام إدارية داخل المشروع الصناعي والأقسام الإدارية دي بتشمل مجموعة من الأقسام أكيد من أهمها المخازن من أهمها التسويق من أهمها الجزئيات الخاصة بالأعمال الإدارية اللي أنت من خلالها بتقدر تشوف إيه هو شكل السلفة المؤقتة إيه شكل السلفة المستديمة إيه هي عمليات إبرام العقود إزاي بعمل شراء في المصالح الحكومية أو غير الحكومية اللي هي عن طريق الأمر المباشر أو عن طريق المناقصة أو عن طريق الممارسة يبقى لازم تخلي بالك من مجموعة الأسئلة دي لو ركست معايا في الحلقة النهاردة حتلاقي إجابات على كل الأسئلة اللي أنت عاوزها طب تعالى هو أنا دلوقتي يعني إيه مشروع بس خلي بالك لازم تفرق دايما ما بين كلمة مشروع وشركة مشروع وشركة ليه بفرق ما بينهم علشان أنا لما بتكلم عن مشروع أنا بتكلم عن الغرض من إنشاءه إيه يعني إيه الغرض من إنشاءه إيه يعني أنا ممكن أكون عامل مشروع خاص خاص بي أنا بس اللي بديره ممكن أكون عامل مشروع إنتاجي يعني ده بينتج منتج معين الهدف منه هو الإنتاج بتاع منتج معين برضو إنه يكون عندي المشروع ده مشروع من المشروعات المغزية يعني مشروع صغير أو متوسط والمشروع ده بيؤدي للغرض إنه يغزي مشروعات كبيرة يبقى أنا لما بتكلم عن مشروع فأنا بتكلم عن الغرض من المشروع ده إنما لما بتكلم عن كلمة شركة اللي هي أنواع الشركات يعني اللي احنا حنقولها دلوقتي الشركات المسؤولية المحدودة والتوصيل البسيطة والتضامن وهي معناها إن أنا لما بتكلم عن معنى شركة فأنا بتكلم هنا عن إيه؟ بتكلم هنا عن طريق التكوين الشركة طريق التكوينها أشكال الشركاء إزاي بيتحسبوا مع بعض مميزاتها إيه وعيوبها إيه؟ يبقى دايما تفرق في تعريفك ما بين كلمة مشروع وما بين كلمة شركة ولازم تبقى واخد الأسئلة اللي احنا خدناها في الاعتبار طب تعالى نبدأ دلوقتي بكلمة الإيه؟ بكلمة المشروع هو المشروع ده حيكون أنواع إيه؟ تعالوا نبصوا مع بعض كده ونشوف أنواع المشروعات من أنواع المشروعات بتاعتي عند المشروعات اسمها المشروعات الخاصة ودي مشروعات بيمتلك رأس مالها الأفراد والجماعات والقطاع الخاص وبالتالي فهي تدار بواسطة هيئة من القطاع الخاص يعني ما بتكونش مشروعات حكومية كلمة مشروعات خاصة يعني هي مشروعات غير حكومية أفراد وجماعات وقطاع خاص ما بتكونش تابع الحكومة وهي المشروعات لا تخضع في إدارتها إلى التدخل المباشر للسلطات العامة بما إن أنا قلت في الأول إنها ما بتكونش حكومية يبقى ما بتخضعش للسلطات العامة وإنما بيختار مديرها وبتحدد سياساتها من قبل مجلس إدارتها طيب برضو من ضمن المشروعات عندي مشروعات اسمها المشروعات الاستثمارية عندي مشروعات الصناعية الانتاجية عندي المشروعات المغزية وعند المشروعات الخدمية استثمارية يبقى أنا كده محتاج إن أنا أحط فكرة عشان أستثمر فلوسي انتاجية صناعية أو صناعية انتاجية علشان أنا بصنع منتج معين عشان أوصلوا للأفراد مشروعات مغزية يعني مشروعات صغيرة ومتوسطة بتغزي المشروعات الكبيرة المشروعات الخدمية يعني مشروعات بتأدي خدمة معانا تعال ناخد واحدة واحدة من دول كده ونشوف ايه هي الغرض منها المشروعات الاستثمارية هي فكرة او اقتراح باستثمار قدر من الاموال يبقى الغرض من المشروعات الاستثمارية ان انا بضخ كمية من الاموال علشان ننشئ وطور مشروع علشان يطلع منتج او سلعة خدمية في زمن محدد عشان برضو استرد فلوسي بارباح طب تعال الصناعية الانتاجية بيمثل مشروع الصناعي صورة من صور الاستثمار اي مشروع صناعي او تجاري هو صورة من صور الاستثمار من جانب فرض او مجموعة او هيئة تمام بحيث اننا هنا بنتج منتج معين يبقى هنا ولابد لهذا النشاط ان يتلقم مع احتياجات المجتمع الذي ينشأ فيه من حيث حاجة السوق وتوافر الامكانيات الامكانيات اللي هي الخامات والمعدات والافراد عشان تجيب لي الاحتياجات اللي انا محتاجها طب تعال نشوف نوع ثالث المشروعات المغزية ارجعوا لي كده طب انا دلوقتي عندي فيه المشروعات المغزية قلتلك تعريف بسيط لها وهي ارجعوا لي كده جماعة بقول ان المشروعات المغزية دي مشروعات صغيرة ومتوسطة بتغزي المشروعات الكبيرة زي ايه انت عندك مثلا المصانع بتاعت الاساس مصنع الاساس اللي بيصنع كراسي وصنع ثرابيزات هل المصنع ده هو اللي حيصنع المسامير هل المصنع ده هو اللي حيصنع الغراء والدهنات لا طبعا لانه هو خاص بالاساس يبقى المصانع اللي حتصنع الغراء والمسامير والدهنات دي دي مشروعات بنسميها مشروعات مغزية علشان يا بتنتج حاجات بتغزي المشروعات الكبيرة زي برضو صناعات السيارات مصانع السيارات بتصنع الهيكل والموتور إنما اللي بيصنع الكويتش اللي بيصنع الزجاج اللي بيصنع الجلود والفرش دي بنسميها صناعات مغزية بتصنع هي وبتغزي المصانع الكبيرة مثلا الصناعات الدوائية في الصناعات الدوائية هو المصنع بياخد المواد الكيموية أو الطبيعية وبيخلطها بنسب معينة بحيث أنه يطلع لي الدواء اللي هو عبارة عن خليط من مجموعة من المواد إنما مش هو اللي بيصنع المادة أو بيستخلصها يبقى المصنع اللي بيصنع المادة أو بيستخلصها المصنع اللي بيصنع الزجاجات اللي بحط فيها الدواء المصنع اللي بيصنع الشرايط اللي بتحط فيها الأقراص دي كلها صناعات مغزية تعال نشوف كده أنواحها وبتنقاسم لإيه المشروعات المغزية وهي منشآت أخرى متخصصة تقوم بتصنيع مكونات أو أجزاء قياسية أو مكونات نصف مشغلة ثم يقوم المشروع الصناعي بتصنيع باقي المكونات طب أشكالها إيه أشكالها مثلا حد مثال عليها في المياه الغازية حد مثال في صناعة السيارات زي ما قلتها لكم حد مثال برضو في الصناعات الدوائية في المياه الغازية بيقوم المشروع بالحصول على المواد السكرية اللي بتعمل التحليق يعني السكر يعني وساني أكسيد الكربود اللي هو بيديني الصودة من منشآت متخصصة ثم يخلطها بالمركزات التي تتضمن صر المشروب يبقى المصنع بتاع المياه الغازية عنده سر المشروب والنسب وهو بياخد المواد السكرية وساني أكسيد الكربود اللي هو الصودة نيجي بعد كده في صناعة السيارات بيقوم المشروع بالحصول على كل الأجزاء البلاستيكية والمطاط والزجاج والأدوات الكهربية والإلكترونات والكراسي والفرش الداخلي معنى كده أن مصنع السيارات هو بيصنع الهيكل والمطور وبياخد باقي المكونات دي كلها علشان يجمح طب في الصناعات الدوائية بيقوم المشروع بخلط مقونات مصنعة لدى الغير اللي هي المواد الكيموية وغيرها مع إجراء بعض التغييرات على بعضها ثم تركيبها معا في ظروف تصنيع وبكميات مختلف طب تعال احنا كده خدنا المشروع الاستثماري والمشروع الصناعي الانتاجي وخدنا كمان المشروعات المغزية تعال نروح للمشروعات الخدمية المشروعات الخدمية ودي بتقوم بعض المشروعات بإنتاج خدمة غير ملموسة يصعب قياسها وتختلف باختلاف تأثيرها زي خدمة مثلا بتأديها الحكومة بالمواصلات العامة زي القطارات والمترو والأوتوبيسات يبقى ديها تسمعها مشروعات خدمية حكومية انما لو انا بعملها داخل المشروع بتاعي يبقى اسمها مشروعات خدمية داخلية طيب الخدمية دي ممكن تكون خدمية تجارية ممكن تكون خدمية داخلية ممكن تكون خدمية حكومية الخدمية التجارية دي ان انا بقوم بإنتاج سلعة خدمية بيكون المستهلكين محتاجين له وبتكون بيسهل قياس العائد بتاحها بالمقارنة بالمشروعات الخدمية الاخرى لان دي خدمية تجارية يعني بتاجر فيها والناس بتشوفها بتكون لمسها خدمات أو مشروعات خدمية داخلية ودي اللي بيقصد بيها إن أنا بكون عامل مشروع بيخدم ناس شغالين عندي يعني مثلا عندي ناس شغالة عندي في مصنع ملكي أنا بعمل لهم مشروع عشان ينقلهم ممكن ينقلهم هما ممكن ينقلهم هما أولادهم ممكن يكون عبارة عن تكافيتريات بحيث أنهم يقدروا يأكلوا واشربوا فيها ممكن أكون عامل برامج تدريب للعملين ودي بتدربهم عشان تساعدهم إنهم يتدرجوا وظيفيا ويكتازوا مراحل كبيرة ويساعدهم في إنهاء أعمالهم بصورة كويسة طب الخدمية الحكومية ويقصد بها المشروعات التي تقوم بتوفرة وإعدادها مين؟ الحكومة المركزية والحكومات المحلية بغرض خدمة الجمهور زي المدارس والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل وغيرها قلتلك في بداية الحلقة لازم تفرق ما بين كلمة مشروع وتفرق ما بين كلمة شركة تعالوا نروح للشركات الشركات يعني أنا بشوف شكل الشراكة ما بين الأشخاص والشركات دي ممكن تكون في ثلاث أشكال ممكن تكون شركات اسمها شركات المسئولية المحدودة شركات اسمها شركات التوصية البسيطة شركات التضامن شركات المسئولية المحدودة ممكن تكون ما بين فرد لغاية خمسين وبيكون رأس المال مقسم ما بينهم وهم متقسمين مع بعض في عملية الإدارة نمرة اتنين شركات التوصية البسيطة ودي التوصية البسيطة دي بيكون ما بين فرقين أحدهما متضامن في المسئولية عن الديون في الشركة والتاني بيقوم مسئوليته لا تتعدى مسئوليته عن نتائج أعمال الشركة زي الحصر بالأموال طيب يبقى التوصية البسيطة عبارة عن فرقين طيب والتضامن بيكون كل منهما شخصان أو أكثر بتكون بينهما ثقة متبادلة في التصرف بيقوم بأحد الشركاء في مجال عمل الشركة طيب أنا دلوقتي بقيت عارف إيه هي أنواع الشركات وأنواع المشروعات طيب أنا دلوقتي المشروع بتاعي ده لما حيجي يقوم إيه هي مقومات المشروع أو إيه هي عناصر المشروع عناصر المشروع يعني الحاجات اللي بيقوم عليها المشروع ينفع تبني مشروع من غير أرض ما ينفعش يبقى من عناصر المشروع رقم واحد دي الأرض نمرة اتنين ينفع تعمل مشروع من غير رأس مال لا يبقى نمرة اتنين من مقاومات المشروع او من عناصر المشروع يا رأس المال يبقى عندك ارض ورأس مال لازم يكون عندك خمات علشان تاخدها وتعمل عليها عمليات الانتاج وتطلع منتج نهائي يبقى ارض ورأس مال وخمات طب والخمات دي مين اللي هيشتغل عليها برافو عليكم العمالة ارض رأس مال خمات عمالة الات ويكون عندك كمان بنية تحتية ويكون عندك كمان بنية ايه تحتية طبعا لما يكون عندك ارض لازم الارض يكون فيها مواصفات كتيرة وهي ايه المواصفات دي المواصفات دي انها تكون قريبة من وسائل المواصلات قريبة من المرافق قريبة من الخدمات قريبة من مصادر الطاقة اما انت هتشتغل بطاقة كهربية او غيرها او غيرها ازاي لو هي موجودة في مكان ما تقدرش توصله وده طبعا اللي بيخلي الدولة طبعا بتعمل شبكات للطرق عشان توسع مجال الاراضي اللي ممكن يتعامل فيها مشاريع علشان يبقى فيه شبكات كبيرة بعد ما يبقى فيه شبكات طرق يبقى فيه شبكات كهرباء يبقى فيه شبكات للخدمات مية وصرف وغيره وغيره نقدر بالحال ده اننا نوصل لمناطق مكان مش وصلها خدمات بعد ما يوصلها الخدمات نقدر نعمل فيها مشروعات وبعد كده بعد ما نعمل فيها المشروع نجيب لها بقى الخمات ونجيب لها العمالة ونجيب لها الآلات فتبقى قريبة بكده بالوسائل بتاعت الطرق بقى فيه بوسائل مواصلات بقى اقدر كمان اوصل للأسواق عشان اقدر ابيع المنتج بتاعي واقدر كمان اشتري خمات تعالوا مع بعض كده نشوف عناصر المشروع الصناعي نبص مع بعض عناصر المشروع الصناعي نمرة واحد هي الارض نمرة اثنين رأس المال نمرة تلاتة العمالة نمرة اربعة المواد الخام نمرة خمسة المعدات والادوات نمرة ستة البنية الايه البنية التحتية طيب تعالوا ناخد اول حاجة نشوف الارض دي شروطها ايه علشان تنفع تبقى مشروع الارض بيقصد بيها المكان اللي بيقام عليه المشروع ويجب ان يدرس موقع المشروع والبنية والبيئة المحيطة به بعناية فائق طيب ايه هي الاعتبارات اللي واجب مراعظة عند اختيار موقع المشروع ايه والسه ايلنهم دلوقت نمرة واحد قرب الموقع من اماكن تواجد المواد الخام نمرة اثنين قرب موقع المشروع من شبكات الطرق والمواصلات نمرة ثلاثة درائسة البيئة المحيطة بالموقع من الحرارة والرياح والرطوب عشان ما تأثرش على الانتاج اللي انا بطلعه او تأثر على طريقة نقله نمرة اربعة يجب ان يراعى قرب موقع المشروع من اماكن تواجد العمالة عشان يحصل لهم استقرار ويشتغلوا بطريقة ثالثة نمرة خمسة ان تكون مساحة الارض كافية مع مراعاة ان انا اقدر اتوسع في المشروع بتاعي يبقى كده خلصنا الارض تعالى نروح لرأس المال طيب رأس المال بتاعي ده بيقصد به الموارد التمويلية والتمويل والمصدر اللي بيعتمد عليه المستثمر في تجهيز والانشاءات طب انا لما باجي امول المشروع بتاعي بموله منين بموله ياما تمويل ذاتي ياما بموله بالتسهيلات البنكية اللي هي عبارة عن الاقتراض طيب انا دلوقتي لما باجي اعمل عملية الاقتراض ديت لازم اخلي بالي ان انا لما بعمل الاقتراض بيتم لجوء المستثمر المستثمر الى الاقتراض لكي يوسع من دائرة انتاجه يعني هو ممكن يقترض وهو لسه في مرحلة البداية في الانتاج او بيزود من انتاجه علشان يعمل طبعا تجهيزات حديثة ولازم طبعا يقوي رأس المال بتاعه طب هو لما هيجي يعمل اقتراض انواع القروض اللي هياخدها ايه؟ ايوا القروض بتاعتي في منها قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل انواع القروض قروض قصيرة الاجل قروض متوسطة الاجل قروض طويلة الاجل طبعا القصيرة الاجل دي اللي هي بتستحق في مدى زمني يقل عن العام وبتشمل بدرجة اساسية مصدرين هما الاقتمان المصرفي والاقتمان التجاري يبقى ان القرد قصير الاجل بيسدد خلال عام عشان كده بنقول عليه قصير الاجل طب والمتوسط الاجل المتوسط الاجل ده هي القروض التي يتم الحصول عليها من البنوك وشركات التأمين والتي يزيد عمراء عن العام وتسدد فوائدها بصفة دورية سنوية او ربع سنوية يعني كل ثلاث شهور بينما يسدد اصل القرد مرة ايه؟ واحدة في نهاية استحقاقها طبعا هي اكتر من عام يعني بتبقى من عام لخمس اعوام طب القروض طويلة الاجل وهي التي يزيد اجلها عن العام ولا يتعدى عشر سنوات يبقى هي هتوصل لعشر ايه؟ سنوات طيب تعالى بعد كده نشوف ايه هي اسواق الاعتمام اسواق الاعتمام دي هي الاماكن اللي انا بقدر اجيب منها القروض ولكن لما باجي اعمل عملية الاقتراض دي لازم اخلي بالي هو القرد اللي انا باخده ده قليل ولا بيقرد ده كبير ليه؟ لان انا عندي نوعين من اسواق الاعتمام النوع الاولاني اسمه سوق النقد والنوع التاني اسمه سوق المال طلبة كتير بيقولولي احنا بنتلغبط ما بين تعريف سوق النقد وسوق المال هقولك على حاجة بسيطة فكرة بسيطة احفظها بيها ايه هي الفكرة؟ كلمة نقد جاي من النقود انا بقولكش التعريف بالاصل ولكن انا بديك تنويه علشان تحفظ التعريف بسهولة سوق النقد جاي من النقود يبقى جاي من الاموال القليلة جاي من الأموال الأليلة إنما سوق المال جاي من الأموال يبقى أنا عندي أموال كبيرة يبقى أنا دلوقتي لما بتكلم عن سوق النقد يبقى دي أموال أليلة يبقى أنا بتكلم عن القروض اللي حكوم قصيرة ومتوسطة الأجل إنما لما بتكلم عن سوق المال يبقى أنا بتكلم عن أموال كبيرة يبقى أنا بتكلم عن القروض اللي بتكون طويلة الأجل يبقى سوق النقد يا مجموعة المنشآت اللي بتديني قروض قصيرة ومتوسطة إنما سوق المال هو مجموعة المنشئات اللي بتديني قروض طويلة الأجل تعالوا نشوف مع بعض كده إيه هي أسواق الاقتمان نبص مع بعض يبقى أنا عندي كده أسواق الاقتمان عبارة عن سوق النقد وسوق المال سوق النقد عندي ويضمن هذا السوق مجموعة أو يضم مجموعة من المنشئات التي تتعامل في القروض القصيرة الأجل مثل بنوك الادخارة وبنوك الخصم وبنوك القبول وبنوك التجار إنما سوق المال وهو بيتكون هذا السوق من مجموعة المنشئات التي تتعامل مع القروض والاستثمارات طويلة الأجل يبقى النقد قصيرة المال طويلة الأجل طب أنا دلوقتي عرفت من مقاومات المشروع بتاعي إيه؟ عرفت الأرض عرفت العمالة عرفت آسف الأرض وعرفت كمان الرأس المال تعال نشوف العمالة طب أنا عندي دلوقتي في العمالة عندي عمال أنواع العمالة اللي موجودة عندي اللي هم عمال عاديين فنيين عاديين فنيين مهرة وفنيين زو مهرة خاص العمال العاديين اللي هم العمال اللي بتوكل إليهم الأعمال العضلية العمال الفنيين العاديين وهم العمال اللي هم بيقوموا بعملية المساعدة لعمال الفنيين عمال فنيين مهرة ودول العمال اللي بيقوموا بعمليات التشغيل إنما العمال زو مهارات خاصة ودول اللي بيوكل إليهم عمليات المراجعة وكمان عمليات الصيانة لما بيكون فيه جزء في الماكينة طيب أنا بجيب دلوقتي العمالة دي منين؟ أنا بجيب العمالة دي من العمال الحاليين والعمال السابقين اللي كانوا موجودين عندي في المصنع أو المتقاعدين يعني كمان بيجيني العمالة دي من النقابات الفنية الصناعية بيجيني العمالة دول من الإعلانات بالصحف والمجلات بيجيني العمالة دول من الطلبة طلبة المدارس الفنية والمعاهد الفنية تعالوا نبصوا مع بعض كده هنجاوب على الأسئلة دي ازاي نيجي بعد كده نقول العمالة ونقول ان العمالة في المشروع الصناعي هم الافراد العاملين في مجال الانتاج طيب والعمالة دي عبارة عن عمال عاديين عمال فنيين عاديين عمال فنيين مهرة وعمال فنيين زو مهارات خاصة تعالى نشوف مصادر حصول على العمالة نمرة واحد عن طريق العاملين الذين يعملون بنفس التخصص نمرة اتنين عن طريق الاتصال بمن كانوا يعملون من قبل في نفس المجال عن طريق الاعلام في الصحف والمجلات نمرة اربعة عن طريق الاتصال بالنقابات المهنية نمرة خمسة عن طريق الاتصال بالمدارس الفنية الصناعية ومراكز التدريب نمرة ستة عن طريق الاتصال بمكاتب التوظيف نمرة سبع عن طريق الاتصال بالمتقاعدين والخارجين عن الخدمة كده بقى رأس مال وارض وعمالة تعالى نشوف الخمات المواد الخام اللي احنا هنشتغل بها في المشروع الصناعي طب أنا الخامات دي بيتم اختيار الخامات وتقسيم الخامات اللازمة إلى نمرة واحد عندي خامات أولية ودي الخامات اللي لم تدخل في أي عملية تصنيع وهي التي يتم تصنيعها من خلال العمليات الصناعية التي تدخل المصنع مثل ألواح والأعمد زي كده شجرة وانا أطع الشجرة دي مادة خام أولية أنا أطعطها الألواح طب الألواح بقى اللي طلعت اسمها إيه؟ اسمها مادة نصف مصنعة يبقى المادة النصف مصنعة وهي الأجزاء التي يتم تصنيعها جزئيا في مصنع آخر يبقى أنا عملتها في مصنع تاني عشان أعمل لها عملية تصنيع تامة نيجي بعد كده مواد تامة الصنع والمادة تامة الصنع اللي هي أجزاء يتم تصنيعها نهائيا في موضع آخر متخصص وتدخل في تركيب المنتج النهائي مثل ذلك المسامير والسيور آخر حاجة في الخامات وهي الخامات المستهلكة والخامات المستهلكة دي اللي هي الخامات اللي بتدخل في عملية التصنيع ولكن ما بتظهرش في المنتج النهائي فنقول عليها وهي مواد تساعد على إتمام العمليات الصناعية ولكنها لا تظهر في المنتج النهائي مثل الزيوت والشحومات طيب أنا كده أولاد كده اتكلمت عن المشروع الصناعي وقلت إيه هي مقاومات المشروع الصناعي اللي هي كانت أرض خمات عمالة تمام واتكلمت كمان عن رأس المال اللي حجيبه يا إما بالرأس المال الخاص أو بالرأس المال اللي أنا حجيبه عن طريق الاقتراض نيجي بعد كده للأقسام الإدارية الإقسام الإدارية اللي موجودة عندي في المشروعات الصناعية لازم بتتعدد شكل الأقسام دي علشان نعرف نعمل عملية إدارة للمشروع بحيث أن أنا أقدر أشوف الأقسام الإدارية من خلال النظم الإدارية نظم إدارية غير كلمة أقسام إدارية الأقسام الإدارية بتشمل النظم الإدارية النظم الإدارية دي فيها نظم سلوكية نظم بنعتبرها أدائية نظم وظائفية علشان يبقى عندي هيكل إداري للمشروع من ضمن الأقسام الإدارية الأقسام المخزنية من ضمن الأقسام الإدارية كمان الأقسام الخاصة بالتسويق الأقسام الخاصة بالجودة الأقسام الخاصة بالشراء الأقسام الخاصة بعمليات الجودة بتاعتي بحيث أن أنا أعمل ضمان للعميل من خلال الشراء بتاعه وأعمله خدمة ما بعد البيع تعال كده نشوف النظم الإدارية اللي موجودة عندي في المشروع الصناعي النظم الإدارية عندي بتتمثل في تلات نظم نمرة واحد مجموعة الأنظمة الأدائية ومجموعة الأنظمة الأدائية هي الأنظمة اللي بتعمل عملية تحسين من خلال الإنتاج والعمل الفعال تحسين للإنتاج والعمل الإيه؟ والعمل الفعال طيب تعال نشوف نمرة اتنين مجموعة الأنظمة السلوكية مجموعة الأنظمة السلوكية دي وهي الأنظمة اللي بتحسن من السلوك وتهتم بالناس لأنهم أعضاء تنظيم المشروع يبقى لازم اهتم بسلوكهم داخل المشروع لأن كل ده حيصب في الآخر في نجاح المشروع بتاعي نمرة ثلاثة مجموعة الأنظمة الوظائفية ودي الأنظمة اللي بتحسن وتربط ما بين الأداء والسلوك الأداء اللي أنا عملته من الأنظمة الأدائية والسلوك اللي أنا جبته من الأنظمة السلوكية وهي اللي بتنظم اللواح والإجراءات والسياسات الخاصة بالنواحي المالية والإنتاجية والتسوقية وبالتالي من خلال الأنظمة الأدائية والأنظمة السلوكية أنا بقدر أحط كل واحد في الوظيفة اللي تنسبه تعال نشوف جزء تاني من الأقسام الإدارية وهو التسويق التسويق عندي معناه عبارة عن نشاط أنا بعمله علشان أبيع منتج يبقى التسويق هو مجموعة من الأنشطة المتنوعة والتي تتسم بالتكامل والتي تؤدي في النهاية إلى تحقيق التبادل الفعال للمنتجات في ظل معطيات البيئة ويتضمن التسويق ممارسات الوظائف التالي هو أنا بعمل إيه علشان أعمل عملية تسويق؟ نمرة واحد لازم أكون دارس السوق كويس يبقى نمرة واحد أعمل بحوث التسويق وده عبارة عن نشاط بيعني دراسة السوق والتعرف على طبيعة المستهلك وخصائصه والتوزيع الجغرافي عشان أشوف المنتج اللي أنا عايز أسوقه ده حينفع ينزل السوق ده ولا لا؟ طب نمرة اتنين نمرة اتنين تصميم المنتج أنا بعدما درست السوق حعمل عملية تصميم للمنتج وده بيكون عن طريق تطوير تصميم المنتج وفقا لرغبة المستهلكين المستهلكين عايزين المنتج بشكل معين بعبارة عن غلاف وعبوات شكلها لأن الشكل والعبوة من الخارج بيعمل مبيعات بيزيد من البيع والعلامة كمان التجارية اللي أنا حعملها العلامة اللي حتبقى جذابة للأفراد اللي حيشتروا المنتج اللي موجود وأنا ببيعه بالشكل بيحقق أهداف التميز نمرة ثلاثة التوزيع والتوزيع ده بيتعين اختيار قناة توزيع مناسبة يعني هل من الأفضل أن المنشأة هي اللي تبيع إلى العملة أم هل من الأفضل أن يبقى فيه تاجر جملة هو اللي بيبيع أم هل من الأفضل أن يكون عندي مندوبين بينزله يبيعه أو أبيع عن طريق البريد والتلفزيون نمرة أربعة الترويج والترويج ده اللي احنا بنقول عليه بالعربي كده أو بالبلد كده هو الإعلانات ويخصد به مجموعة من الأنشطة التي تؤدي إلى تنشيط المبيعات في الأسواق ويتدمن الترويج عدة طرق منها الإعلان والإعلان هو فن التعريف ويتطلب ضرورة تصميم الرسالة الإعلانية يعني الإعلان يكون فيه رسالة توصل للناس بتبين محاسن المنتج ده ضرورة المنتج ده إفادة المنتج ده علشان الناس ترتبط به نمرة خمسة وهي التسعير إن أنا لازم إن أنا أحدد الأسعار المناسبة للمنتجات من القضايا الحيوية التي تواجه مدير التسويق ليه؟ لأن أنا لازم أحدد المنتج سعره بحيث إن السعر ده يكون مناسب للمستهلك وفي نفس الوقت يكون مقبول بالنسبالي عشان يحقق الأرباح أن يكون السعر مقبولا من قبل المستهلك وأن يكون السعر تنافسي وفي ذات الوقت يحقق قدر من الربح المعقول للمنشأة نيجي بعد كده آخر حاجة وهي إدارة رجال البيع نروح لجزء كمان مهم من الأقسام الإدارية وهو المخازن والمخازن عندنا هي عبارة عن مكان بيهيأ الجو الملائم لمين؟ بيهيأ الجو الملائم للخمات الخمات دي اللي أنا بعمل بيها إيه؟ اللي هي اللي دخلة علشان تبقى منتج ويطلع يبقى المخازن هي بتهيأ الجو الملائم للخمات والمنتجات المنتجات اللي خارجة يبقى الخمات اللي دخلة والمنتجات اللي إيه؟ اللي خارجة نمرة ثلاثة وقطع الغيار قطع الغيار دي اللي لو لقدر الله حصل تلف أي مكانة أو أعطال قطع الغيار دي اللي إحنا هنعمل بيها عملية إيه؟ عملية الإصلاح يبقى المخازن بتوفر الجو الملائم لمين؟ للخمات للمنتجات لقطع الغيار وكمان العينات والعينات دي اللي أنا هحطها علشان المصنعين او الفنيين اللي عندي يشتغلوا عليها او حتكون هي العينة اللي بيشتري عليها التاجر من عندي يبقى هو حيشوف العينة ويبدأ يشتري عليها وطبعا المخازن دي لما يكون عندي شركة كبيرة الشركة دي بيبقى لها مخازن عمومية لو اعتبرنا ان انا عندي شركة مثلا كبيرة في القاهرة يبقى لها مخازن عمومية في القاهرة وبعد كده هيبقى عندي مخازن فرعية في المحافظات وبعد كده مخازن إقليمية يبقى أنا عندي مخازن عمومية مخازن فرعية مخازن إقليمية وبكده أبقى عملت شبكة من المخازن بحيث أن أنا لو في محافظة من المحافظات عايزين نوصل للمنتج ما تبقاش العربيات بتاعتي بتنقل من القاهرة لحد المحافظات لا ده كل محافظة في المخازن الخاصة بيها وفي مراكزها كمان تعال نشوف المخازن من الأقسام الإدارية كعندي المخازن والهدف من المخازن هو تهيئة الظروف المناسبة لتخزين المواد والأدوات والمهمات والأصناف والمحافظة عليها من جميع العوامل المؤثرة في خصائصها وطبيعتها لأطول مدة ممكنة ومنها نمرة واحد استقبال الخامات وفحصها وخذها في الدفاتر نمرة اثنين توفير التخزين السليم لكل نوع على حدة نمرة ثلاثة صرف الخامات ومرأبتها نمرة أربعة استقبال المنتجات وإعداد الشحن تعال نروح نشوف أنواع المخازن أنواع المخازن المخزن الرئيسي اللي هو المخزن العمومي وده هو تهيئة الظروف المناسبة لتخزين المواد والأدوات والمهمات والأصناف والمحافظة عليها من جميع العوامل لأطول مدة ممكنة نيجي بعد كده المخزن الإقليمي والمخزن الإقليمي هو الذي ينشأ لخدمة الجهات والمناطق المحيطة به يعني يبقى عندي مخزن في المحافظات بعد كده عندي المخزن الفرعي والمخزن الفرعي ده بيبقى في المراكز الصغيرة هو الذي يمون بأصناف ترد إليه من المخزن الإقليمي أو الرئيسي كما أنه يمكن تموينه بموجة بتصريح له بالشراء في حدود مالية معينة طب تعال كده نروح أنا عندي بعد كده حاجة اسمها إدارة المشتريات ومسئولياتها إدارة المشتريات يعني أنا لو المنشأة عندي أو المصنع أو الشركة أو الجهة الحكومية عايزة تشتري حاجة مين اللي هيشتري إدارة المشتريات طب هي وظيفتها إيه أو أهدفها ومسئولياتها إيه رقم واحد المحافظة على تموين المنشآت مما يلزمها من مواد ومهمات لضمان حسن التنفيذ لبرنامج الإنتاج نمرة 2 تخفيض رأس المال المستثمر هي قدرت المشتريات حتحاول إنها تشتري كل حاجة بجودة عالية وبأقل تكلفة فحتخفض رأس المال نمرة 3 منع تكرار ما يؤدي إلى تراكم الأصناف دايما يبقى عنده منسوب معين من الأصناف ما يتنوش يشتري حاجاته هي موجودة عنده لا هو بيشتري لازم له فقط نمرة 4 المحافظة على مستوى الجودة يعني هو مش هيشتري حاجة لما تكون جودتها عالية رقم 5 شراء مستلزمات المنشأة من المواد والمهمات بأقل تكلفة مع مراعاة الجودة وآخر حاجة هي المحافظة على المركز التنافسي طب هو أنا في إقدارة المشتريات لما باجي أعمل عملية شراء بشتري إزاي أنواع الشراء عندي بيكون رقم 1 بالمنقصة نمرة 2 بالممارسة نمرة 3 بالأمر المباشر يبقى أنا عندي من أنواع الشراء بتاعتي منقصة وممارسة وأمر إيه؟ وأمر مباشر يبقى تعالى نشوف بقى كل واحدة من دول هي المنقصة أو الممارسة معناها إيه؟ وإم تشتري بالمنقصة؟ إم تشتري بالممارسة؟ أو بالأمر المباشر تعالى كده نمرة 1 المنقصة المنقصة هي مجموعة من الإجراءات المحددة بقصد الوصول إلى أصل عطاء يتم الإعلان عنها محليا ودوليا خلي بالك عشان بتيجي في الأسئلة في الامتحانات ويقولك أن المنقصة يتم الإعلان عنها محليا فقط لا لازم تبعرف أن المنقصة دي بيتم الإعلان عنها محليا ودوليا طب محليا ودوليا ليه؟ ليه كلمة دوليا دي زادت؟ بهدف توسيع النطاق المتقدمين علشان يبقى أنا حعمل إعلان وفي ناس حتتقدم بعطاءات يعني إيه كلمة عطاءات دي يا مستر؟ كلمة عطاءات دي يعني ناس حتقدم لي أظرف بتقول المواصفات الفنية بتاعة الحاجة شكلها إيه؟ وفي نفس الوقت حيقول لي سعرها إيه؟ فأنا أحاول أخذ منهم أعلى مواصفات فنية بأقل سعر ممكن طيب إيه هي الإجراءات السابقة لتقديم المنقصة؟ هنعمل إيه عشان نوصل للمنقصة دي والناس تقدم فيها؟ نمرة واحد نعمل خطة لتنفيذ المشتريات نبقى عارفين إحنا عايزين نشتري إيه قبل إيه؟ مسؤولية تحديد المواصفات التفصيلية أحدد المواصفات بتاعة المنتج اللي أنا عايز أشتريه أي منتج له مواصفات نمرة ثلاثة توصيف العينات أعمل عينات معينة عشان الناس تجيب لي زيها نمرة أربعة الإعلان عن المنقصة العامة وطبعا الإعلان هنا هيكون داخليا ودوليا أو محليا ودوليا نمرة خمسة أعمل كراسة شروط للعطاءات اللي هتتقدم نمرة سدة أعمل معاد لمدة تقديم وصريان العطاء بحيث اللي يتقدم لي بعد المدة المحددة أو في التاريخ المحدد ما بقبلش العطاء بتاعه نمرة سبعة الناس تبدأ تقدم لإيه؟ تقدم العطاءات طب احنا قلنا من طرق الشراء المنقصة والممارسة والأمر المباشر تعال نشوف الممارسة كلمة الممارسة معناها أننا بيجوز الشراء والاتفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة كلمة ممارسة يعني تفاوض حاجة شبه المزاد كده بموافقة السلطة المختصة طبقا لأحكام القانون وده طبعا بيكون جدول مفوضة في السلطة بتاعة الشركة علشان نقدر نشتري بالممارسة فيحصل تفاوض ونوصل مع بعض الأقل سعر بأفضل ايه؟ بأفضل مواصفات طب احنا في الأحوال الآتية اللي هي ايه؟ الأشياء المحتكر صنعها أو استراضها يبقى عمل ممارسة نمرة اتنين الأشياء التي لا توجد إلا لده مورد بذاته نمرة تلاتة الأشياء والأعمال التي يمكن تحددها مواصفات دقيقة الأعمال الاستشارية والفنية تمام؟ نمرة خمسة مقاولات الايه؟ الأعمال والنقل والتوردات التي تقضي حاجة الاستعجال طب نفترض دلوقتي إننا الحاجات اللي أنا عايز أشتريها مش موجودة لعند فرض واحد يعني أنا دلوقتي في الأمر المباشر بقول إن يجوز الشراء بالأمر المباشر بوافقة السلطة المختص طب إمتى هشتري بالأمر المباشر؟ هو أنا مش قلت إن أنا يحامل مناقصة يا ممارسة علشان أجيب أقل سعر بأعلى مواصفات طب هشتري بالأمر المباشر ليه بقى؟ هشتري بالأمر المباشر لما يكون الحاجة دي بتتباع عند واحد فقط أو عند جهات حكومية أو عسكرية أو إذا كانت الحاجة دي سعرها محدد لا له أعلى ولا أقل منه يبقى المهمات أو المواد التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته الأعمال المرجوب تنفيذها بمعرفة فني أو إخصاء أو استشاري خبير معين ده خبير ما فيش غيره المهمات المحدد سعرها بمعرفة الجهات الرسمية المهمات التي يتم شراءها من جهات حكومية أو قطاع عام أو مصانع حربية وبالتالي يجيها واحدة المهمات التي أنص على شراءها من مورد أو مصنع معين طبعا معنى الكلام ده كله إن الحاجات اللي أنا عايز أشتريها موجودة في مكان واحد موجودة في مكان واحد وبما إنها موجودة في مكان واحد يبقى أنا أقدر أشتريها بالأمر المباشر لأن كده مش هيحصل فيها عمليات التلاع طيب أنا دلوقتي أولاد لما حاجي علشان أعمل عملية الشراء نفترض إن أنا جالي أي سبب طارئ ولازم أشتري قطعة غيار معينة علشان أصلح بها مكين في المصالح الحكومية دايما في حاجة اسمها السلفة المؤقتة والسلفة المستديمة السلفة المستديمة دي عبارة عن سلفة أو مبلغ نقدي بتاخده المنشأة دي في بداية السنة وتبدأ تعمل منها عمليات الصرف على الحاجات اللي بتحتاجها دول السنة إنما لو حصل مثلا كسرف أو عطل في جزء معين فبنبدي لشخص معين بذاته خاص ماليا جزء من السلفة دي بنسميه سلفة مؤقتة إنه يروح يشتري الجزء اللي حصل فيه العطل أو الحاجة اللي احنا عايزين نجيبها بشكل مباشر وسريع وبعدين بعد ما يجيبها يجيب معاه فواتير ويبدأ يسدد أوراقه يبقى أنا أنواع السلفة عندي في حاجة اسمها سلفة مؤقتة وسلفة مستديم طيب أنا دلوقتي لو واحد جاي بيورد لي أعمال الأعمال دي وهو بيوردها مثلا بيوردها بالمناقصة أو الممارسة أو الأمر المباشر جه في النص وجه حصل تأخير هل أنا لازم أوقع عليها غرام التأخير أه طبعا لازم أوقع عليها غرام التأخير طب لو وقعت عليها غرام التأخير ممكن نشيل الغرامة دي من عليه؟ ممكن اللجنة المختصة بتقعد وتشوف هل التأخير اللي هو سببه لنا تسبب علينا في أضرار مالية أو غيرها لو ما تسببش علينا في أضرار مالية وكان التأخير ده المرة واحدة وما تكررش ممكن نشيل من عليه غرامة التأخير طيب أنا دلوقتي لو هو غرامة التأخير دي كان سبب تأخير وجهات مش هو السبب فيها يعني حد بيورد له حاجة وبعدين هو بيجيبها لي الحد ده هو اللي أخر عليه أو ممكن نشيل من عليه غرامة التأخير طب إمتى ألغي العقد ما بينه وما بينه؟ إذا تلاعب عمل تلاعب أو غش في العقد اللي احنا عاملينه معاه إذا أفلس أو أعصر أو إذا قدم رشوة لأحد العاملين بالشركة وبالتالي كده أقدر ألغي العقد بتاعه وافسخه ولكن من ضمن البنوت دي إذا أفلس أو أعصر أو إذا تلاعب أو إذا قدم رشوة أو إذا توفى كل دول يلغي العقد معادة إذا توفى دي لو قام الورثة بتحديد واحد موكل منهم وعملوله توكيل وطلبوا إن إحنا نستكمل العقد آه يستكمل العقد يبقى أنا دلوقتي لو جات لك في صحة وغلط مثلاً وقال لك لا يستكمل العقد دي في حالة وفاة المورد نهائياً تبقى دي غلط ليه؟ لأن المورد دي زمات إذا توفى ممكن الورثة بتوعه يوكله واحد والواحد ده بالتوكيل ده يستكمل العقد وإذا لقينا فيه إن هو حيقدر يستكمله بجدية وجودة خلاص يستكمله هو العقد تعال نستكمل كده موضوع السلفة والعقود مع بعض ونشوف إيه هي بنودها السلفة عندي قلت إن أنا عندي نبص كده مع بعض السلفة عندي بتنقسم السلفة إلى السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة وتوضح منصة عليه اللائحة نبص كده على السلايس بتاعتنا علشان نشوف البنود تنقسم السلفة إلى السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة وتوضح منصة عليه اللائحة في الحالات أنا عندي دلوقتي أولا السلفة المستديمة وهي عبارة عن مبلغ يعهد به لأحد العاملين بالوحدة الإدارية الحكومية ومن غير موظف الحسابات للصرف منه على المصروفات النسرية المصروفات النسرية زي ايه؟ زي تمن الوجبات الغذائية نمرة اتنين أجور البرقيات اللي بنرسلها نمرة ثلاثة الرسوم الجمركية المستحقة على الطرود والحاجات الواردة في نهاية كل شق ويقوم الموظف الذي بعهدته السلفة المستديمة بأنه يجيب المستندات الدلة على عملية الايه؟ على عملية الصرف طالما قلنا فيه سلفة مستديمة يبقى أكيد عندي السلفة المؤقتة والسلفة المؤقتة دي هو مبلغ يعهد به لأحد العاملين بالوحدة الإدارية الحكومية على زمة شراء أصناف أو أدوات لازمة للوحدة وتظل في عهدته إلى أن يقدم المستندات الدلة على قيامه بتنفيذ ما يكلف به تمام؟ يبقى ده الفرق ما بين السلفة المستديمة والسلفة المؤقتة تعالى نروح نشوف ايه هي الحالات اللي بتستوجب فسخ العقد نشوف الحالات اللي بتستوجب فسخ العقد أول حاجة إذا استعمل متعاقد الغش والتلاعب في معاملاته مع الشرك يبقى إذا عمل غش وتلاعب مع الشرك نمر به إذا ثبت أن المتعاقد مع الشرك قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد العاملين بالشرك يبقى حصل غش أو تلاعب أو قدم رشوة أقدر استوجب هنا فسخ الايه؟ فسخ العقد نمر ثلاثة أو نمر جيم إذا أفلس أو أعصر المحكمة خدت عليه حكم بأنه بقى مفلس يعني ما معهوش اللي ممكن يستكمل به العقد يبقى في الحالة ديه بنستوجب فسخ العقد وآخر حالة اللي قلتلكوا عليها لسه وفاة المتعاقد معه أفسخ العقد بس سقدر أستكمله إمتى؟ إذا توفى المورد أو المقاول جاز للشرك فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن لها مطالبات قبله أو السماح للورثة بالاستمرار تمام في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا عنهم وكيلا بتوكيل مصدق على التوقعات بتاعته فيه وتكون موثقة من السلطة المختصة طبعا لما باجي أعمل دراسة للسوق علشان أعمل عمليات شراء أو عمليات بيع فأنا باجي بعمل دراسة السوق وهي التسويق هو عملية دراسة السوق لتحديد مواصفات المنتجات والخدمات المطلوبة بكميات بصفة تقديرية دي بتتم في أربع مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الانتاج إن أنا أعمل دراسة للسوق نمرة اتنين المرحلة التانية مرحلة أثناء الانتاج يبقى أنا وأنا باقي عمل عملية الانتاج يبقى دا تمهيد للسوق نمرة تلاتة المرحلة التالتة هي مرحلة ما بعد الانتاج وهي عملية البيع والتوزيع والمرحلة الرابعة هي المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة ما بعد البيع إن أنا أقدم له ضمان أقدم له صيانة طب تعالى نشوف مع بعض كده خدمات ما بعد البيع خدمات ما بعد البيع عندي وهي ان انا اعمل صيانة او اعمل ضمان للعميل اللي اشترى مني وطبعا الضمان ده ممكن يكون له اسمين ضمان اسمه ضمان فعلي ضمان صريح ضمان فعلي او ضمان ايه صريح ضمان صريح يعني انا كاتب له ورقة ميدي له اسبات بالضمان ان انا ضملك المنتج ده الضمان الفعلي ان من راجل اللي شاري مني اي جهاز يلاقيني عنده بعمله عملية الصيانة وتستبدله قطع الغيار طب ايه هي ميزة الضمان ميزة الضمان ان انا لو بشتري اي منتج انا مش خبير فيه اللي بشتري غسالة بشتري تلاجة بشتري بوتجاز بشتري اي جهاز هو مش خبير فيه مش هيقدر يفحصه انما الضمان ده بيضمنهوله زائد ان الضمان ده بيدي له ثقة في المنتج وفي الشركة اللي بتنتجه انه يقدر يصلحوله او يعمله الصيانة بتاعته او يوفر له قطع الغيار بتاعته في حالة حدوث اي عيب فيه تعالوا نشوف خدمات ما بعد البيع في المنشآت نمرة واحد الصيانة والصيانة يأتي بعد عمليات النقل والتركيب تخديم الصيانة اللازمة للمنتج خلال فترة الضمان وبعد فترة الايه الضمان كلمة الضمان هو عبارة عن التزام من جانب البائع يتعاد بمجابه باستبدال السلعة او اصلاحها مجانا اذا ما ظهرت بها عيوب فنية طب انواع الضمان ايه نمرة واحد الضمان الصريح وهو التزام من البائع قبل المشتري بخصوص جودة السلعة وخصائصها خلي بالك من الكلمة دي اما كتابيا او شفويا صريح يبقى مكتوب او شفوي بشكل يؤدي الى اقتناع العميل انما الضمان الفعلي وهو التزام من البائع قبل المشتري بخصوص جودة الايه بخصوص جودة السلعة يبقى انا ملتزم معاك حتى لو معاكش حاجة مكتوبة طب اسباب تقديم الضمان ايه ان انا بشجع المستهلك او المشتري على اتخاذ قرار الشراء نمرة اتنين عدم مخدرة العميل على فحص السلعة او المنتج العميل مش هيقدر يفحصها ما هواش خبير فيها نمرة تلاتة الضمان بيحمي العميل من تلف السلعة بسبب طول فترة تخزينها نمرة اربعة احتمال وجود بعض الوحدات المعيبة في المنتج في حال قيام الفحص والشراء العينة نمرة خمسة ضمان سلام التركيب السلعة كما هو الحال بالنسبة لاجهزة مثلا التكيف نمرة ستة التغلب على تردد العميل العميل لو متردد وانا بقول له ان انا مديك ضمان لمدة طويلة فالعميل هنا مش هيكون متردد نمرة سبعة عدم قدرة المشتري على اصلاح المنتج وبالتالي الضمان ده بيوفر له عملية الاصلاح طب تعالى نشوف اشكال الضمان لما باجي اعمل ضمان بيوفر الردد التام او المطلق للعميل بيبقى فيه التزام بالمواصفات القياسية عشان اقدر ادي ضمان للناس نمرة ثلاثة سلامة الاداء نمرة اربعة الخلوة من عيوب الصنع ونتائج وجود ان انا يبقى عندي ضمان بيقدي الى اطمئنان العميل بيقدي الى زيادة المبعات بيقدي الى تحميل المشروع نفقات معينة بتعتبر بمثابة الترويج للسلعة او اعلانات يعني نمرة اربعة حماية البائع من طلبات العميل التي لا تنم عن عيوب حقيقي طب انا دلوقتي لما بعمل نظم جودة داخل المشروع بتاعي نظم الجودة هو مقياس نسبي بتتحقق بقبول العملاء يعني لما يكون العملاء بتوعي عندهم قبول نحية المنتج بتاعي وبالتالي بيكونوا حسين بأسس الجودة دي وان انا بعمل تصميمات ومرأبة للجودة بكده اولاد يبقى احنا خدنا ايه هي مقاومات المشروع الصناعي وعرفنا كمان ايه هي الاقسام الادارية واذا كنا عايزين نعرف الجزئية الخاصة بحل المسائل انتظروني باذن الله في الحلقة القادمة الى ان اراكم على خير باذن الله اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته